موسيقى بلوحات دراثية شعبية تعكس معاني الحياة الريفية العريقة اختار أهل قرية حينة في جبل الشيخ الاحتفال بعيد القديس الياس عبر إقامة كرنفال يوحي العيد تزامنا مع عودة حال البلدة إلى سابق عهدها أمنا وأمانا وتزامنا مع الأطحى المبارك نحن ما لازم ننسى أنه كل واحد هو قبل كل شيء هو سوري لنه مسلم ولنه وسيحي ونحن بكون أنا مواطن سوري معانتا بقدر بكون مسيحي ويهودي ومسلم وكل شيء هيدا المهم يلي هيدا اللي بيجمعنا نحن بنقدر نقول أنه الديانة بتجمعنا ولكن المواطنة هي هي اللي بتجمعنا وهذا اللي بيعطينا نحن نقوى والشدة والرجاء أنه نحن بدنا نرجع نبني سوريا رغم عن كل الأشياء رغم عن كل الأشياء اللي عملوها فينا وضدنا وقاموا علينا بدهم يخربونا وبدهم يقسموا البلد ولكن نحن نعرف أنه هيدا سوريا بلدنا وما حدا قالوا دخل فيها كله تطوع ما في حدا يعني حتى اللي نحن طلبنا منه بالأجار يشتغلنا رجع بس خلص قالنا عملي هذا التطوع وكل الأموال هي تبرعات يعني من الأهالي حتى نلمت بمبالغ كتير بسيطة وكل شيء كان يعني شغل عم يتم بطريقة يعني من ولا شيء كانوا عم يصنعوا وشيء كتير حلو بجهود تطوعية ومبادرات شعبية وحضور جماهيريا كبير عبر أهل قرية حينة عن فرحتهم وتعونيهم ليزهر صمودهم وتضحياتهم فرحا وسعادة ورحمة لأرواح شهداء القرية الأبرار نحن حبينا نكون السنة بالكرنفال حتى نرجع نحيي الفرح والأمل والمحبة الموجودة بيننا اللي كانت سنين الحرب اللي ضعفت على هاي الأمور بس هلأ الحمد لله رجعت للمحبة والتكاتف والأمل يحيا من أول وجديد بالضيعة وإن شاء الله رح تكون مبادرة خير للسنين اللي جاي إن شاء الله لنا كرنفال سنوي كل سنة نعمل شيء جديد نحب أنه نأثبت اسم حينة ووجود حينة وصمود حينة إن شاء الله كل عام الجميع بألف خير ونعاد عليكم الصحة والسلامة بروح التطوع والمبادرة استطاع أهل القرية أن يتحدوا الصعاب والظروف القاسية التي مرت بها المنطقة لتعود الأفراح والأعياد كما كانت فرصة جديدة لتمتلئ الساحات والطرقات بأهازيج الفرح والبهجة ترجمة نانسي قنقر